إيه جهاز حماية المستهلك؟ إيه هو رقم الخط الساخن بتاع الجهاز؟ 19-5-88 وفيه عندنا رقم واتس أب مخصص الواتس أب يعني مجرد ما يفتح عليه الرقم ده حيفتح له شاشة يحط الشكوى بتاعته إذا احتاج لها 0-15-47-49 0-15-47-49 ده رقم واتس أب لجهاز حماية المستهلك بيجي لك كم شكوى على الواتس أب يوميا؟ بيجين حوالي حد لقية 15% من نسبة شكوى بيجي لك من الواتس أب 85% بيجي لي من الخط الساخن؟ لا فيسبوك؟ لا نسأل حضرتك يعني الخط الساخن بيجي لي منه حوالي 80% 5% بتيجي من بقية الوسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تعتمد على الاتصال المباشر اللي هو عايز أضمن أن الشكوى وصلت للمسقوق عايزي حس لحد سمعه عايزي تطم لحد سمعه طبعا وفيه حد يعني ما اتصل لي يرد عليه اه وإحنا ده وقتنا بنوسع كل سامتر كمها من تسع صباحا لعشرة مساء 24 24 سوري سبعة يام في الأسبوع من تسع صباحا لعشرة مساء سبعة يام سبعة يام ولا أجزات رسمية عملت تحليل بيانات للشكوى يعني قدر أقول لك مين أكتر محافظة بتيجي من الشكوى الوجه الإبلي لا طبعا غير القاهرة الكبرى القاهرة الكبرى طبعا أول ده رقم واحد رقم واحد القاهرة الجيزة الأليوبية ثم وجه إبلي أكتر من وجه بحر وأجي إبلي أكتر الأسيوت بيجي منها نسب شكوى أعلى الده أهلية تليها يليها المينيا عملت تحليل بيانات أعلم أغلب الشكوى عن إيه تتعلق بإيه بص النسب عندنا واضحة حوالي من 32 إلى 34% من السلعة المعمرة فيه عندنا حوالي 6% للسيارات فيه عندنا حوالي 27% للاتصالات ما يخص للاتصالات والباقي متنوع بقى ما بين خدمات مالية وغير مالية حكومية وغير حكمية وهكذا كجهز لك تأثير على الاتصالات لما أقولك شبكات المحمول لنا متعقد فيها بايزة وبتقطع نرجع تاني للتنسيق أن أنا بنصق مع مرفق تنظيم الاتصالات في كل الشكوى اللي تخصه الحقيقة في تعاون جيد جداً على طول الشكوى بتحلي يعني وإحنا نسبة الإنجاز عندنا بتتجاوز 94% الإنجاز في الشكوى؟ 94% يعني بترجحه والمستعليكي إن كانوا على حق ونسبة 94% نسبة نجاح في إزالة إحنا بسمية إزالة أسباب الشكوى 94% 96% اللي قد يحال إلى المحاكم ودي يعني نسبة تعتبر بقيلة وقت التحقق وإنجاز الشكوى بيتم فكرة؟ بص الموضوع ده بيختلف من قطاع الإخطاع في بعض القطاعات بتحل الشكوى في خلال أقل من ساعة ليه؟ لأن أنا برضو عندي شاشات جهزة جوة بعض الشركات يعني الشكوى وحاجة بتسجلها الشكوى بتاعتك بيكون شايفها المشكو في حق وبيدي رد فيها في بعض الشكوى على سبيل المثال إحنا نسا عاملين بروتوكول تعاون مع كل شركات السئلة على المعمرة أن الحد الأقصى للحل زمن الشكوى ثلاثة أيام كالأول 18 وصلنا لثلاثة أيام في بعض أنواع الشكوى لأ راحة جاية راحة جاية بحث تقارير فنية لجانب فنية بحث فكولية الهندسة رجوع ممكن تستمر لترات أربعة شهور زي الشكوى والسيارات لأنها فيها جدل كبير جدا يعني زي المحكمة الرجل أنت الشاكي بيقولك لا أنا مش موافق على العرض اللي قدمته المشكو في حققها كشركة المشكو في حققها تقولك لا أنا عايز أفحص فني الكلام ده فيجيها محايدة توديك كلام ده الكريات هندسة ديك تقارير تأخذ التقارير تبحثها تاني تعرف جيلك ألف شكوى يومية مثلا جيلي ربعمية حوالي ربعمية وخمسين ربعمية وخمسة وسبعين شكوى في اليوم ده رقم أنا شافه معقول وبسيط كمان يعني أتصور أنه نسبة وتناسب مع حجم السوق هو طبعا متواضع يعني أعتبر نسبة قليلة جدا لكن بالنسبة لحجم الجهاز طبعا إحنا وصلنا كان عندنا 17 ألف شكوى في السنة نهار ده وصلنا 170 ألف شكوى في السنة 170 ألف شكوى في السنة ده اللي هو يماثل حوالي ربعمية وخمسة وستين شكوى في اليوم ايه أكتر القطاعات المتعونة معك بسرعة الحقيقة أتدعي أنه كل قطاعات متعونة عدا مش هنقول عدا الجهات اللي فيه تشابك شوية ما بين الاختصاصات زي الخدمات الحكومية بيبقى فيه تشابك شوية في مواطنين بيشتكوا من الخدمات الحكومية ولا كلها مستهلك قطاع خاص لا 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 فيه خدمات حكومية طبعا طبعا يعني ممكن لو عنده شكوى من الكهرباء زي مثلا ايه قطاع تطبي كهرباء طب تعمل ليه في الفاتورة ببعتها المرفق تنظيم الكهرباء طبب انت كده بتبعت للمشكو في حقه نعم ببعت له عشان يفدني بحقية الشكوى او بتحيي في الشكوى ان هي سليمة اما لو كانت الشكوى غير سليمة طبعا بنرجع له بنلزمه بان هو يحلة انا عاسف حضرتك هتبعت لمعومات في الكهرباء يقولك لا هي دي استهلاكات المواطن لا 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 احيانا كتير طبعا فيه اخطاء فيه اخطاء كتير طبعا واجهزة حكومية تعترف بالاخطاء طبعا لانه هو اصلا مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك هو مسمى القانوني بتاعه كده مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك نفس الكلام في مرفق تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ترجمة نانسي قنقر